اشتركوا في القناة امام الله يعني نحن هلأ منشوف فيلسوف يدخل الدين بفلسفته يدخل بفلسفته وخلينا نقول الاجتماعية قد تكون عند هوبس فلسفة نحى فيها الدين ودور الله عز وجل او سلطة الدينية بهذا الموضوع تعالوا نشوف انطلق من قناعة مفادها انه يجب الحد من سلطة الملك المطلقة يعني هاي الكلام منافي تماما لكلام مين هوبس منافي تماما لكلام هوبس هوبس بيقلك سلطة مطلقة للحاكم هم بيقلك لا نحن بدنا نحد الحد من سلطة يعني نقيد السلطة تبعه اي لا يجوز شوفوا هالكلمة شو حلوة لا يجوز ان تكون سلطة الحاكم مطلقة يعني انا فيني يجب لك ياها صح وخطأ بالمذاكر بيقلك قال هوبس انه لا يجوز ان تكون سلطة الحاكم مطلقة جاوبوني صح والله خطأ 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 جون لوك جون لوك حسنتم جون لوك اذا هوبس ما حكى بالعكس فكرته منافية تماما لها الفكرة اذا اول فكرة من اتفاقه الاجتماعي وفكرة المساواة امام الله انه انحنا لازم اول شي اول باشتان مثل ما بيقولوا سلطة الملك ما لازم تكون مطلقة ولازم نحدله من سلطة اي شغلة شغلة تانية بيقول انه العلاقة بالمجتمع ليست قائمة بين انسان حاكم والتاني محكم يعني العلاقة ما لازم تكون انه والله حاكم ومحكم فكرة حاكم ومحكم هي موجودة عند هوبس بالعقد تبعه مثل ما قلت لكم انا مثلا عن بيع بيتي شو بيكون العلاقة او العقد بنود العقد بائع وشاري بائع وشاري تمام عقد اجار مؤجر ومستأجر مثلا عند هوبس حاكم ومحكم جون لوك بيقول لك لا العلاقة بالمجتمع اصلا ما لازم تكون قائمة بين انسان حاكم وواحد محكم لا لا الفكرة انه هي علاقة مباشرة بين الله والانسان ولذلك لا يجوز وجود وسيط سياسي اللي هو الحاكم بين الانسان والله عرفتوا الفكرة التانية عنده انه علاقتي بالمجتمع لازم تكون مباشرة هيك مثل ما بيقوله بالانجليزي direct بيني وبين الله عز وجل يجي حدا وسيط بين الله وبيني ما لازم يكون في هذا الوسيط السياسي اللي هو الحاكم تمام اصدقائي حكى هذا الحكي لانه فيه له خلفية هذا الموضوع بزمناته بهالفترة اللي هنن كانوا فيها فترة العصور الوسطى الحاكم كان له مكانة خلينا نقول دينية شرعية يعني هو مستمد سلطه مباشرة من الله مو انه هو من البشر العاديين يعني شيء هيكي اقرب للتأليه تمام لهيك هو حكى هذا الحكي انه مثلا كانوا حتى يروحوا اذا ما بعد اذا انتو سمعانين بهي القصص اللي صارت حقيقة بالعصور الوسطى الحاكم دائما يقرب منه مجموعة من رجال الدين هذول الرجال الدين يحكموا باسم الكنيسة لكن بدين محرف طبعا مثلا كانوا يعملوا شيء اسمه سكوك الغفران شلون يعني يروح مثلا واحد يفوت على الكنيسة يوقف قدام هذا الرجل الدين ما بعرف شو بتكون له رتبة يعني قساوسة وما بعرف شو الاسماء تبعون يجي قال يعترف له باخطاء وانه انا هيك عملت انا هيك ساويت اخطاء وذنوب ومدرشوه فهو شو يعمل يعطيه مثل سكوك الغفران انه انا هلأ تواصلت لك انه انت هلأ حتنغفر كل زنوبك بس شو مقابل يقدم مال للكنيسة الشغلة الثانية انه هنه كانوا حزروا شو يبيعوا يبيعوا اراضي من الجنة تصور يروحوا لعند مثلا فلان يقولوله انه مثلا لعند رجل الدين يعطوه مصاري ومبالغ وقيم وحط وذهب وهدايا مقابل انه يعطيهن ورقة انه انا بيعطيك ارض بالجنة تصوروا وين كان الجهد لهيك سبحان الله بيسموها العصور الظلامية كان في جهل مسيطر مستشري بهذاك الوقت فلما اجا لك عن جد كلامه كان من حرقة قلبه خلينا نقول انه انت علاقتك مباشرة مع الله ما لازم يكون في بينك وبينه وسيط سياسي اللي هو الحاكم بيجي بيحكي باسم الله مثلا او انه بيفصل دين على كيفه وبيعطيناه تمام بوسط الفكرة تمام تمام خلينا نشوف تالت باشتان باب قال انه الناس جميعهم احرار امام الله عز وجل تمام نحن كل اياتنا احرار امام الله ما في طبقات والعلاقة المباشرة مع الله تجعل الناس متساوين كل اياتنا سواسية من حيث الحريات وحتى باقي مجالات الحياة تمام اذا نحن احرار امام الله جميع الناس متساوين في الحريات وباقي مجالات الحياة تعالوا نلخص الكلام بالاتفاق الاجتماعي اللي حكى فيه لك بفكرة المساواة امام الله انه سلطة الحاكم ما لازم تكون مطلقة تمام ولازم الحد من سلطة علاقة العلاقة بالمجتمع يجب ان تكون بين الله والانسان ولا يجوز ان يكون هناك وسيط سياسي اللي هو الحاكم والعلاقة مو هي حاكم ومحكوم ابدا ابدا والناس جميعهم احرار امام الله وهذه العلاقة المباشرة مع الله تجعل الناس متساوين كل اياتنا امام الله عز وجل سواسية ما في طبقات ما في طبقات نبلاء مثل ما حكيت لكم تذكروا هوبس قال في شي اسمه حكم اريستقراطي قلت لكم شو يعني اريستقراطي هي حكم الطبقة النبلاء انه في ناس يعني خلينا نقول هيك نبلاء وناس كخ ناس من عامة الشعب من ثواد الشعب يعني هذا التفريق الطبقي هوبس ما حكى عفوا لك ما حكى بهاي الفكرة تمام عبرات الفكرة يا أصدقاء اشتركوا في القناة